يا رسول الله إن مولى الثاقلين جندا وجه جميل بو رب الحارمين ما له قد طومثيل ما له قد طومثيل يصفن على ويرقع توبه إذ يختلي وبأمر الله يصدع يا له من مرسلين يا له من مرسلين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان للأكملان على نبعوث رحمة للعالمين وسيدي ولدي آدم أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم سليما كثيرا إلى يوم الدين السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته نحن في حلقات الرسول صلى الله عليه وسلم والحياة بعنوان الرسول صلى الله عليه وسلم مجاهدا وهذه الحلقة الثانية من هذا الموضوع ومن هذا المعنى البطولي الكبير الذي نستفيد منه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الجهاد والقتال في سبيل الله وقلت أنني سأكر حلقات في الرسول صلى الله عليه وسلم مجاهدا لنبين أخلاق الإسلام في الجهاد وطريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في التعامل في الأمور الجهادية لأنه للأسف البعض يأخذ قصة أو قصتين ويترك مفاهيم الجهاد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ويترك طريقة الصحابة الكرامة في التعامل مع مسألة الجهاد فأردنا أن نوضع في مثل هذه القضية الخطيرة عند المسلمين وعند أعداء الدين في هذا الزمان كيف يفهمون منهج الرسول عليه الصلاة والسلام في الجهاد تحدثنا في الحلقة الماضية عن أول مجموعة جهادية وهي مجموعة عبد الله بن جحش بن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مجموعة جهادية أسرت اثنان وقتلت واحدا والآيات التي نزلت في قولي تبارك وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام الآن نتكلم عن مجموعة ثانية المجموعة الأولى كونها الرسول صلى الله عليه وسلم المجموعة الثانية الآن كونها الصحابة بأنفسهم بدوا الآن خلص يعني فاهموا طريق الجهاد وفاهموا مفاهيم النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد كان هناك رجل يهودي يسمى كعب بن الأشرف رجل من رجالات اليهود وقائد من قوادهم وهو مسؤول اليهود أو زعيم اليهود بن النظير أكبر قبيلة يهودية في المدينة وكان صاحب تجارة وصاحب زعامة ورئاسة كبرى وكانت عنده جرائم من جرائمه أنه كان يخطط ويدبر اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم وكان أيضا ما يحرق قبائل قريش وفي المدينة لكنه يحرق قبائل قريش ضد النبي عليه الصلاة والسلام وكان يؤذي المسلمين والصحابة في نسائهم فيذكر أبيات الشعر فيها نساء الصحابة وفيها ذكر مفاتنهم وفيها ذكر محاسنهم فكان هذا يغيظ الصحابة ويحرق دماؤهم من أجل الأعراض فكان متخصصا في ذلك متخصص في الاستهزاب بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ويريد اغتياله ويؤلب المشركين على الإسلام والمسلمين وكذلك مشتغل بالشعر وبالاستهزاء بالمفاتن ففي يوم من الأيام قال عليه الصلاة والسلام من لي بكعب بن الأشرف من يقتل كعب بن الأشرف فمحمد ابن مسلمة رضي الله عنه الأنصاري قال أنا لك به يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا الآن مسؤول عن هذا الأمر فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام واختاره محمد ابن مسلمة أخو كعب بن الأشرف من الرضاعة وعنده أخو آخر من الرضاعة هو سلكان ابن سلامة اثنين هما مؤمناني مسلماني من أصحابي محمد صلى الله عليه وسلم سلكان ومحمد ابن مسلمة الأنصاري فقال للرسول صلى الله عليه وسلم إذن لنا أن ننفذ هذا الأمر فأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال للنبي عليه الصلاة والسلام لآتي النبي عهد بيني وبينك أني أقرر هذا القرار وسأنفذ هذا القرار ودائما للإنسان صاحب المبادئ وصاحب القيم والذي يخطط ويرتب بتوفيق الله جل جلاله يحقق الله له ذلك الأمر من كان يريد حرث الآخرة نسد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب كل واحد على عزب تخطيطه وترتيبه محمد ابن مسلمة جلس الليالي والليالي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب حتى شح بلونه وضعف جسمه من كثرة التخطيط وإرادته تنفيذ ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم به وإذنه له مع التخطيط والتفكير والتعب الشديد تعب رضي الله عنه وأرضاه فنادى أخاه من الرضاعة سلكان ابن سلامة واتفق معه على خطة هدي إليها بعد أيام وسبحان الله سلم يأخذ لحظات تفكير ولحظات استرخاء كما يقال يصل إلى هدف معين ما هي الخطة؟ الخطة أن يجمع ثلاثة من الصحابة وشر مجموعهم خمسة وأعطاه الله سبحانه وتعالى وألهمه بفكرة وهي أن يذهب إلى كعب بن الأشرف من خلال صلة الرحم ومن خلال القرابة بخطة ذكية جدا الرجل الذي وكعب بن الأشرف رجل ذكي وزعيم وقائد وسياسي محنك وكذلك المؤمن إذا كان سياسيا ومعه الإيمان فسيكون أقوى بإذن الله ما هي الخطة؟ الخطة تقول أن محمد بن مسلمة وسلكان بن سلامة يقولان لكعب بن الأشرف أنه نحن أقاربك وأن محمد عليه الصلاة والسلام طلب مننا المال صدقة وهذه الصدقة واجبة علينا ونحن ما نملك المال فهو شد علينا في هذا الأمر وقسى علينا في هذا الأمر فنحن نحتاج منك إلى سلفة هذا المدخل النفسي فاستاذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب الأدب تأذن لنا يا رسول الله بهذه الخطة؟ وأنت تقول أن الحرب خدعة وهذا الرجل قد آذى الإسلام والمسلم عنده مكر شديد جدا فهل تأذن لنا يا رسول الله أنه نحن نفكر في هذا الأمر ونقول أنك أنت طلبت مننا كذا وكذا وأغلطت علينا في هذه المسألة فقال عليه الصلاة والسلام أذنت لكم الحرب خدعة وأنتم خططوا ما تريدون هم يمكرون ويمكر الله يقتل ويحرك القبائل بل كان هذا الرجل كعب بن الأشرف من ضمن تخطيطه عنده قلعة حصينة شم حصن كعب بن الأشرف وهذا الحصن الذي هو فيه يحيط به اليهود من جميع النواحي وكانت عنده خطة استخبارات وعنده وسائل اتصالات شديدة فكان يذهب إلى كفار قريش ويؤلبهم ضد النبي عليه الصلاة والسلام وهو الرجل الذي كان سببا في غزوة أحد حرك أبا سفيان وأججه بل كان يقول لليهود الذين معه إن بطن الأرض خير لكم من ظاهرها إذا لم تصنعوا شيئا ضد محمد هذا الذي حرك الأقوام وأدخل بعضهم في دين الإسلام وسبأ آلهتكم وشتم قبيلتكم فبطن الأرض خير لكم من ظاهرها وحرك أبا سفيان وحرك القبائل ضد النبي عليه الصلاة والسلام رجل مجرم وداهي وخطير وزعيم وسياسي وشاعر متكلم متحدث لكن هناك من هو أفضل منه أذنى النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة اثنان ومعهم ثلاثة الحارث بن أوس عباد بن بشر أبو عبس بن جبر ثلاثة من الصحابة والقائدان محمد بن مسلمة وأبو نائلة الذي هو الأخ الثاني من الرضاعة لكعب ابن الأشرف وسلكال بن سلامة ألقب بأبي نائلة بدأ محمد بن مسلمة بالخطة وذهب إلى أين؟ ذهب إلى كعب ابن الأشرف طبعا التحرك كان متى؟ التحرك كان بعد صلاة العشاء وهذه وقفة رائعة جدا الحديث الأول قبل قليل قلنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تحرك مع المجموعة الأولى المجاهدة عبد الله بن جحش تحرك بعد صلاة صلوا وتعبدوا إلى الله سبحانه وتعالى فحركهم من المسجد لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح والمجموعة الثانية تحركت من المسجد بعد صلاة الفجر فدعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام موقفنا نحن من الصلاة موقف البطولة الأبطال يصنعون في الصلاة عبد الله بن جحش قال قابلني في صلاة العشاء محمد بن مسلم قال قابلني في صلاة الفجر فقابله في صلاة الفجر فخرج النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصلاة إلى الباب وشيعه هو وأصحابه الخمسة فهذا يدل على أن صلاة الجماعة صلاة الفجر والعبادات هذه لها دور في تحريك الإيمان وثبات الإيمان تحرك أول من تحرك محمد بن مسلمة وصل إلى كعب بن أشرف في داره وقصره فلما قابله الجنود قالوا ماذا تريد؟ قال أريد أن أقابل أخي من الرضاع قول له فلان أبن فلان ذهبوا إلى كعب بن أشرف استغرب أنا ليس سنتين ما قابلته مرت سنتين طويلة وأعلم أنه دخل في دين الإسلام فما الذي غيره؟ ما الذي جاء به الآن؟ وبدأ يشاوره الشك وشعيم وشياسي محنك فقال لا أخوف عليه ولا أخوف منه لأنه أصلا لوحده وغير حامل للسلاح فبالتالي بالإمكان الحديث معه ويمكن أن أستفيد منه وأخذ منه معلومات وأخبار لأنه زعيم ورجل سياسي لما وصل إليه محمد بن مسلمة رحب به وسلم عليه وذكره بالعهد القديم فقال ما الذي أتى بك يا محمد؟ قال أنت تعلم ما الذي جرى لنا محمد قد جاءنا وأمرنا بدين الإسلام ثم وجدنا أنه يطلب منا أموالنا وصدق نؤمر بها وأنا لا أستطيع ذلك فإني جئت لأطلب منك طلبا أن تسلفني مالا وأرده لك فاستغرب كعلم الأشراف يعني أن هذا يتكلم على محمد صلى الله عليه وسلم وفي الوقت نفسي يذكر النقائص والعيوب التي عنده يعني كل الصحابة يتكلمون ثناء عاطرا ومتمسكين بدينهم لكن هذا يذكر النقائص والعيوب فقال ممكن أن نستفيد من هذه الورقة قال أو أصنع بكم محمد؟ قال نعم قال والله لقد قلت لكم لتملنه يعني حيسير بينكم وبينه ملل هذا النساء ما يجلس معه وأريدكم أن تبقوا معي فسأعطيك من خير ما عندي أطلب المال الذي تريد وأطلب حتى التمر الذي تريد لأنه رجل تاجر ورجل زعيم فما الذي جرى؟ وادعه وسالمه وإستأنس له ثم أعطاه المال الذي يريد فشكره وأثنى عليه خرج محمد بن سنة من القصر ومن الحصن الضخم والكبير الذي حط به آلاف اليهود لما وصل إلى أبي نائلة وهو أخوه الآخر من الرضاعة لما سلكان بن سلامة رتبوا الخطة فخرج أبو نائلة وذهب إلى كعب بن الأشرف فقال الجن من أنت؟ قال أنا أخوه من الرضاعة فقاله كعب بن الأشرف من عند الباق؟ دخل عليه فرحب به وسهل قال ما الذي جاء بك؟ قال الذي جاء بي أنني أريد أشرح لك حالي مع القوم ولكن أبو نائلة انتبه لأمر بينما يريد أن يشرح له وجد مجموعات عنده وهذه المجموعات ذكية من اليهود ويتحدثون بأوامر ويتحدثون بأشياء معينة عن محمد وأصحابه فكيف استطاع أن يخرج أبو نائلة من هذا المأزق مأزق قعب ومأزق الناس الذين معه وربما يؤلبون عليه ويفضحون خطته نشرح هذا الموقف وما فيه بعد هذا الفاصل إن شاء الله يا رسول الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ووصلنا إلى ما حصل لمحمد بن مسلمة مع كعب بن الأشرف قائد بن النظير وزعيم بن النظير أكبر قبيلة يهودية في المدينة فقلنا أنه رجل داهية سياسي زعيم تاجر وكانت له جرائم كثيرة في تخطيطه لقتن النبي صلى الله عليه وسلم تأليب قريش من ضمن تأليب أبا سوفيان لمعركة أحد ومن ضمنها أنه آذى المسلمين وسب أهليهم ونساءهم وكان مشتغلا بالشعر وكان يذكر مفاتينهم ويريد بذلك وغير الصدور المؤمنين والمسلمين محمد بن أسلمة أخذ الإذن النبوي وذهب إلى كعب بن الأشرف بعد أن بين مكانته عنده وأنه ابن أخاه من الرضاعة وأن محمد عليه الصلاة والسلام بعدما أذن له بذلك أنه يطالب منهم الصدقة والأموال الكثيرة فسار هذا الحديث وستأنس الطرفان لما رجع محمد مسلمة الطرف الثاني أخوه من الرضاعة وهو أبو نائلة سلكان ابن سلامة فذهب إلى كعب بن الأشرف فتحدث معه رحب به أهلا وسهلا بك ما الذي أتى بك واستغرب عنه الأول جاء الآن هذا الثاني قال لقد علمت الحالة أراد أن أتكلم معه فوجد مجموعة محيطة به وهذه المجموعة كلهم أدباء وشعراء فلما أدرك أنه ممكن يغير الخطة وممكن أن يفعل الموضوع دخل معهم في الشعر فهو رجل شاعر هم يقولون أبياته ويقول أبيات فكان يقول كعب بن أشرف ما الذي أتى بك يا أبا نائلة فتركه ودخل في أشعار أخرى فللمرة الثانية قال ما الذي أتى بك فستمر في الشعر أخذ يعني يتحرك مثل ما يتحركون ويخطط كما يخططون لما جاءت المرة الثالثة قال ما الذي أتى بك يا أبا نائلة فذكر له بعض الأبيات الشعرية فهم كعب من الأشرف فكانني أريدك لوحدك يعني ما أريد الناس الذين هم حولي خطة كعب أنه بدل ما واحد يفكر معي أستطيع أن أتحدث معه لكن هناك مجموعة كبيرة يحتاج إلى أن تقرأ عقلية هذا وهذا كيف يفكر فهم أنه يريد الحديث معه لوحده اختلى به وقال ما الذي أتى بك يا أبا نائلة قال لقد علمت حالنا مع محمد إنه يطلب أموالنا ويطلب صدقاتنا وإنني أتيتك لأطلب منك وثقا من تمر كمية مجموعة من التمر لا أريد منك أكثر من ذلك ولقد أوذينا بسبب ذلك فتحدث معه طب لماذا تسلم لماذا دخلت في ديني قال أما الآن فصعب يعني خلاص قد دخلنا في دينه ويصعب أن نتكلم الآن لكن على أقل تقدير مثل اللي يقول خلينا ننجو من شره ولا يعني اللهم صلي على رسول الله لكن هذا مجرد كلمات فلننجو مما نحن فيه من بلاء فحينئذ قال كعب بن الأشرف إن هذا أمر حسن يعني شيء جميل جدا وأخذ يخطط أنه يمكن يجعلهم عملاء استخبارات فقال أني أن عندي جيد التمر وإن العجوة الواحدة منه لتختفي في درس أحدكم حبة العجوة الواحدة لو أكلها منكم من واحد تختفي درسه يختفي لجودة هذا النوع من أنواع التمر فاستغل الموقف أبو نائلة قال إن حسني هذا معي فيه مجموعة كلهم على نفس الآلم وكلهم مع نفس الحسن وإن استطعت أن تعطينا نحن المجموعة هذا الوسق من التمر كل واحد تعطيه وسق من تمر فإننا نرده لك سلفا خطط كعب بن الأشرف فوجد أنه يكون خمسة استخبارات خمسة لوبيات ضد النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا أمر حسن ثم أنه ضاء من الموضوع الأمر بيده والقوة بيده والسلطة بيده وسيتون بالأخبار فهم يعطوه بعض المعلومات وبعض الأسرار فإذا شئت وأنا سأأتيك لأخذ الوسق من التمر أأتي بالثلاثة الذين هم معي وأعطينا كلنا فهو يكون عندهم عملاء وهم يكونوا قد استفادوا من العلاقات الشخصية لأن الثلاثة ليس بينه هو بين كعب بن أشرف قرابة القرابة فقط محمد المسلمة وأبو نائلة صلوحة الخطة فجاء إليه الوفد أبو نائلة والثلاثة الذين هم معه ومعهم محمد بن مسلمة فرحبوا به وسهلوا به وقال أتيناك لنأخذ منك الوسق من التمر قلت لكم قبل قلنه زعيم وسياسي محنك قال أريد الرهن أعطوني شيء أرهنوا به أنه غادر ويهودي وصحيح أنتم بينه بيكم قرابة وأنه نحتاج منكم تخطيط استخباراتي لكن ما عادة كله أريد أخذ حقي المالي يعني أحرص الناس على حياة قال الرهن قال وما هو الرهن قال أريدكم أن ترهنوني نساءكم العين مجرم يهودي ودائما يفكر في مثل هذه الأشياء ترهنوني نساءكم فألهم الله سبحانه وتعالى محمد بن مسلم بكلمة قال يا كعب أنت أجمل أهل العرب فماذا تحتاج بنسائنا يعني أعطوه كلمتين تناسب الوضع فقال إذن ترهنوني أبناءكم فقال محمد بن مسلم أذكي مباشرة ولكن سيكون هذا عار على أبنائنا ماذا يقول لأبنائنا فيما بعد يقال أنكم كنتوا برهنا على وسق من تمر يعني تتندر بهم العرب بعد إذن فقالوا له إن عندنا أمرا عندنا رهن ممكن يعني تفكر فيه قال ما هو قال نرهنك سلاحنا سلاحنا نرهنك أيها فأول شيء العدة العسكرية قويت عندك والشيء الآخر لك أنت تضمن ما عندنا أي شيء فقال محمد كعب من الأشرف نعم هذا أمر حسن ترهنوني السلاح السلاح أول شيء عسكري سياسي أستفيد منه وأحصن نفسي به على الحياة والأمر الآخر فيه ضمان لكم لن تصنعوا شيئا فهون الحمد لله قد صلوا حتى الخطة رجعوا إلى المدينة صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لهم خرجت المجموعة إلى كعب من الأشرف وقفوه بالليل لما وصلوا إلى جهة القصر طبعا عند الجنود أمر أنه إذا وصلت هذه المجموعة يدخلوا هو كان يحلم ويسرح في أمانه وأحلامه وكان يمكر عنده خطة ماكرة ولكن يمكر الله والإيمان يغلب القوى المادية فلما وصل هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم نادى أبو نائلة وكان كعب ابن الأشرف في ثالث أو رابع يوم من زواجه لأنه يتزوج كل بعد فترة يأخذ الوحدة فكان لتوهي على فراشي عرسه فجاءوا بالليل قالوا يا كعب انزل لنا فوسمع أبو نائلة فمن التخضيط والمكر ضد الإسلام والمسلمين ترك زوجته فقالت له زوجته إلى أين تخرج وأنت رجل سياسي داهية لماذا لا تحمل معك السلاح قال لا إن هؤلاء يعني إخواني من الرضاعة فقالت إني أشم من أبنا إلى رائحة الغدر قال لا تخافي يعني أنا أكثر منه دهاء ومكرا فخرج بشكل سريع إلى هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم طبعا كان الليلة ليلة أربعة عشر شهر ربيع الأول سنة ثالثة من الهجرة يعني الجو جميل جدا جدا القمر فاهر والجو ماتع جدا وهو يريد أن يأخذ تخطيط الآن لمحمد واغتيالي عليه الصلاة والسلام بدأوا يتحدثون بالشعر هذا يقول نكتة وهذا يقول نكتة هذا يقول بيت شعر وهذا يقول بيت شعر واستمروا على هذا الحال يعني ساعات طوال حتى يتعب ويهدأ ثم قال له محمد المسلمة ما رأيك أن نتنزه نمشي مع بعضنا البعض طبعا خلاص بعد ما ارتاح نفسيا واستقرت نفسيته والله تبارك وتعالى رتب الأمر جل جلاله بينما هم يسيران على هذا الحال ومعه أبو نائلة بحكم من اثنين أقرباء يسيران يسيران في المزرعة التي هم فيها ثم خرجوا إلى مسافة أبعد حتى لا يسمع الصوت وكانت مزرعته وحصنه كبير جدا فلا يدرون إلا وقد خرجوا خارج الحصن إلى منطقة قالوا ما رأيك أن نجلس في المنطقة الجميلة المعروفة نتحدث هناك ونشد الشعر ونقول لك شيء من أخبار محمد فانطلع عليه الأمر وما شاء خطوة إثر خطوة فقال لهم أبو نائلة الخطة إن شعرك جميل هو كان يخضب شعره بالأنواع العطور والأشياء والروائح الجميلة فكان يدخل يده في شعره من الخلف قال ما أجمل هذه الرائحة من أين أتيت بها فهو أرتاح لناس تتكلم عن الجماليات والأشياء الحلوة في المرة الثانية أدخلها قال إنها لرائحة جميلة وهو نعم نعم رائحة جميلة في المرة الثالثة أدخل شعره كانت هي الخطة إذا أدخلت يدي في شعر كعب الأشرف وشديتها حينئذ تأتوه مباشرة لتقضو عليه لأن الأمر ما يحتمل ثواني فأدخلها للمرة الثالثة وشد شعره فمباشرة انقض الصحابة كلهم عليه كلهم بسيفه ليقتل كعب الأشرف وينال شرف هذه المهنة لأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي طلب ذلك فمجرد أن وضعوا سيوفهم عليه وإذ بالرجل يصرخ صرخة ضخمة وكبيرة سمع بيها كل من في القصر وفتحت الأنوار والأضواء وأدركوا أن كعب الأشرف قد أصابه شيء العجيب أنه بالضربة الأولى بالضربة الثانية بالضربة الثالثة ما قتل ومع شدة ضرب الصحابة والموقف السريع والثواني بدأوا يحسون أن في الموقف شيء فضرب الحارث ابن أوس في قدمه فجرح وطبعا من الصعوبة الآن أن يتحرك لأنه خلاص يعني يريدون أن يحملون الحارث وريدون في نفس الوقت أن يتأكدوا من قتل كعب من الأشرف فقال لهم الحارث اهربوا يعني خلاص تركوني لأنه سيدرككم القوم فقال محمد بن أسلم والله لا نتركك طب كيف لا تريدون تقتل كعب من الأشرف ولا تلحق الحارث وكيف تحملونه وبدأ الناس يتوافدون ما الذي جرى جعلونا نتحدث الآن مع إخواننا هنا صدر الدين ثم نسمع من عبد الله ونكمل نهاية القصة فضل صدر الدين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مما استفدنا من هذه الحلقات الرمضانية المباركة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مجاهدا في سبيل الله تعالى وكان جهاده كله لإعلاء كلمة الله تعالى حتى تكون كلمته هي العليا وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال جهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور متفق عليه حيث جعل الجهاد في المرتبة الثانية من أفضل العبادات لأنه بذل النفس لا يقبله إلا المؤمن الصادق وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله حسنا الله إليك نستمع إلى صالح فضل إلى صالح بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سبيل الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه كم هو حري بأمة مستضعفة مستهانة أن تقرأ وتراجع سيار أسلافها وأصولها علّها يعود لها شيء من أمجدها وكم هو مهم أيضا أن تقرأ عن سيار رجال لم يكن جهادهم بدافع شيطاني وهو سفك الدماء وإراقتها وإنما كان بدافع إيمني وهو إزالة كل عقبة تمنع وصول الحق إلى الناس فمحمد صلى الله عليه وسلم ما جاء معتديا ولا قاتلا ولا مغيرا وإنما أرسله ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فيا أيها المؤمنون برحمته صلوا عليه وسلم تسليما اللهم صلوا عليه وسلم تسليما كثيرا ورحم الله الشاعر إذ يقول قالوا غزوت ورسل الله ما بعثوا لقتل نفس ولا جاءوا لسفك دمي جهل وتضليل أحلام وسفسطة فتحت بالسيف بعد الفتح بالقلم لما أتى لك عفوا كل ذي حسب تكفل السيف بالجهال والعمم والشر إن تلقه بالخير ضقت به ضرعا وإن تلقه بالشر ينحسم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عسى الله إليك إذن ذكرنا الإخوان بقيمة الجهات في سبيل الله وأنه من أجل الإعلاء هذه الكلمة العظيمة وإحقاق الحق حتى لا يكون أمام الإسلام وطريق الجهاد في سبيل الله ونشر هذه الرسالة أي عائق كعب بن الأشرف كان في تلك اللحظة الحاسمة قلنا أنه أتته الطعنات من كل مكان مع الصراخ والصياح الذي رفع صوته به رسال خلاص مقتول أدرك كما قلت من في القصر الحادثة بل أدرك حتى بن النظير الأمر وعرفوا أن رئيسهم وزعيمهم كعب بن الأشرف هو الذي قتل فاكتدروا كلهم للحاق به ومعرفة أين مكان القتل حينئذ وجد محمد مسلم رضي الله عنه أن الحال في غاية الصعوبة فتذكر أن في جنبه قطعة حديدية فأخذها وضرب بها في بطنه وشقها شقا حتى تأكد من قتل كعب بن الأشرف حينئذ أخذ الحارث بن أوس وقالوا تركوني الناس يلحقون بكم قالوا والله لا نتركك أبدا فحملوه رضي الله عنه أرضاه وهربوا به في غاية السرعة فنجاهم الله تبارك وتعالى من طريق حتى وصلوا إلى المدينة وصلوا إليها قبيل الفجر فطبعا هم يريدون أن يخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بعض صلاة الفجر وإذ بالنبي عليه الصلاة والسلام هذه المرة في المسجد النبوي يقوم الليل ويصلي فلما فرغ من صلاته أخبروه فانتظرهم عند باب المسجد صلى الله عليه وسلم واستقبلهم بأحلى ابتسامة وقال لهم أفلحت الوجوه فقالوا له ووجهك أفلح يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ففرح بهذا الأمر وفرح بهذه الصنعة الجميلة البطولية لتعلى كلمة الله هذا هو دور المؤمن دائما إحقاق الحق وإيقاف أعداء الإسلام الذين يتأمرون على الدين ويتأمرون على الأعراض وهذه رسالة إلى كل مسلم ومسؤول وحاكم الناس المسؤولين عن الفضائيات السيئة وعلى المؤسسات التي لا تقدم الأخلاق العالية أن يوقفهم عن هذه الأعمال لأن كعمل أشرف كان متخصصا في الأعمال السيئة والدعايات الهابطة ضد الإسلام والمسلمين وكذلك بيان الدور الإيماني انطلقهم من المسجد واستقبلهم في المسجد ولا يصنع الأبطال إلا في مساجد الفساح هذه حلقة مباركة من حيات النبي صلى الله عليه وسلم مجاهدا وإلى حلقات أخرى بإذن الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رسول الله إن مولى الثاقليني كان ذا وجه جميل ورب الحرميني ما له قد طومثيل ما له قد طومثيل يصفن على ويرقى توبه إذ يختلي وبأمر الله يصدع يا له من مرسلي يا له من مرسلي في صحيح الغول يمزح ليس يهزي في الكلام وبنصر الله يفرح ضحكه ضحك ابتسام وبنصر الله يفرح ضحكه ضحك ابتسام ضحكه ضحك ابتسام في دجال ليلي تهجم جافيا طيب المنا عن سواه ضحكة ابتسام